اشتركوا في القناة ما هو الهدوء؟ وما أهميته في حياتنا؟ وكيف يساعد الهدوء على الإبداع والتغيير؟ وما الفرق بين الشخصية التي تتصف بالهدوء والشخصية الخجولة؟ كل هذا سنتعرف عليه في حلقتنا لهذا اليوم عرف علماء النفس مفهوم الهدوء النفسي بأنه شعور إيجابي يجعل الجسم في حالة من السكينة وراحة البال والقدرة على السيطرة على الأفكار والمشاكل إذا كان تعريف الهدوء بهذه الإيجابية فلماذا في مجتمعنا العربي يعتبر الشخص الهادئ معقد نفسيا أو انطوائي؟ لذا طرحنا السؤال للشارع هل كل شخص هادئ يعتبر خجول؟ بالعكس الإنسان الهادئ كده يكون هو متكتم على مشاعره متكتم على حاسيسه متكتم على كل شيء يدور داخله لذلك ما يحب يظهره للخارج لأن شخص هادئ تحصله أحيانا في مثل فروحلات في ملاسبات أخرى شخصيته تغيرت كامل لأنه يعتبر خجول يعني يعتبر هادئ قدام الناس يتحكم بشخصيته ونفسيته وكرزمية عقل لا مش الكل يعني البعض البعض يكون هادئ يعني هادئ نفسي ذاتي والبعض يكون هادئ بس خجول يعني مش أي شخص خجول يعني يكون هادئ يكون خايف خجول لا يعني واحد في مئة يكون خجول من لاحظة نقل بعضهم شاغوين بس خجول صفات الشخص الهادئ ممكن القول عن شخص ما أنه هادئ إذا كان يتصف بمجبوعة من الصفات ولعل أهمها الحفواظ على ضبط النفس في المواقف المختلفة أيضا الصبر على الشدائد المتعددة في الحياة كما أن عصاب الهادئ وعضلاته مرينة وهي تحتفظ دوما بتوازن عادي ودرجة معتدلة من الراحة والاسترخاء وذلك مما يسهل عليها أداء وظائفها الطبيعية في داخل الكيان الجسمي الهادئ يفكر باستقامة نحو هدف تلتقي عنده جميع الأفكار الفرعية ويظل انتباهه منصبا على ما ينفذ من قرارات ولا يبدل طاقته الفكرية سدى أهمية الهدوء النفسي إن أهمية الهدوء لها تأثيراتها على النفس البشرية حيث تجعلك أكثر اتزانا وضيقة فيما تريد في حياتك ويعود ذلك للأسباب التالية يؤثر الهدوء على سرعة إنجاز العمل أيضا الوصول إلى قرارات صحيحة وسليمة من غير أخطاء حين نفكر بعمق الوصول إلى ما نريد دون جهد كبير كيف يؤثر الهدوء على حياتنا؟ يؤثر الصمت والهدوء بشكل إيجابي على حياتنا حيث يساعدان الإنسان على الشعور بالراحة والتخلص من القلق والتوتر في الحياة كما يعمل على تجديد خلايا المخ وتحسين القدرات العقلية المعرفية لدى الفرد ويؤثر في حياتنا من خلال نقطتين أساسيتين تجديد خلايا المخ في دراسة أجريت عام 2013 استخدم الباحثون أنواع مختلفة من الضوضاء والصمت لمراقبة تأثير الصوت على مخ الفئران وكانت النتائج منهشة فعندما تتعرض الفئران لفترة من الصمت تبلغ ساعتين يوميا فإنها تتطور خلايا جديدة في منطقة الحصين بالمخ وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة والمشاعر والتعليم وبهذا المعنى فإن الصمت حرفيا يساعد في نمو المخ ثانيا المخ يستوعب المعلومات ويقيمها أثناء الصمت أشار تحي الدراسات التي أجريت عام 2001 إلى أن المخ أثناء الراحة يعمل باستمرار على استيعاب المعلومات وتقييمها وأطلق على هذه الخاصية اسم الوضع الافتراضي للمخ وذكر الباحث جوزيف عام 2013 في دراسة أخرى أن هذا الوضع الافتراضي للمخ يعمل بوضوح أثناء فترات التأمل في الدات خلال فترات الصمت يكون المخ حرا لاستكشاف مكانه ضمن عالمك الداخلي والخارجي وهذا يساعدك على التفكير في الأمور العميقة بطريقة إبداعية نرى دوما في الحياة نماذج مختلفة من البشر بعضهم يكون مقبلا ومرحبا بالتعرف على شخصيات جديدة وخوض أي تجارب حياتية جديدة وهؤلاء الأشخاص يتمتعون بجراءة تجعلهم يقتنصون الفرص للتعرف على الآخرين وزيارة نشاطهم وتواصلهم الاجتماعي في أي مقابلة تجدهم يبادرون بالتعريف في أنفسهم والدخول في النقاشات الدائرة دون حرج أو تردد ولنهم الطاقة لفعل ذلك والتغلب على الطاقة السلبية والإحساس بالخجل ويعتبرون هذا نوع من الترفيه وأن هذه طبيعة البشر وهو التعرف على الآخرين عرف علماء النفس الخجل بأنه حالم المشاعر التي تتصف بعدم الأمان والخوف والتوتر والتردد في اتخاذ قرارات معينة في المواقف الاجتماعية بمعنى لا تستطيع التعرف على الأشخاص المناسبات الاجتماعية مثل الزواجات وغيرها لا تستطيع المشي أمام مجموعة من الناس لأنه يشعر بالخجل لا تستطيع الكلام أمام مجموعة من الأشخاص لأنه أول مرة تتعرف عليهم علماء النفس قاموا في تحليل أغلب الشخصيات الخجولة حيث أغلب الشخصيات الخجولة اتفقت بمجموعة خمس صفات وهي الآتي إحمرار الوجه عدم قدرة على الكلام أو عدم الاستمرار في التحدث الرعشة عدم القدرة على التنفس بشكل جيد أو اللهث قد يستخدمون أيديهم في إغفاء وجوههم أيضا يعملون حركات لا إرادية لإغفاء خجلهم أسباب شعور الإنسان بالخجل أولا أسلوب التربية منذ الطفولة إذ تصفت التربية بنوع من التعنيف صدمات الحياة المتكررة أيضا علم الثقة بالنفس في ختام هذه الحلقة أحد الأفكار التي أنصحكم بها لابد أن تجد مساحة هدوء في ذل تزاحم الحياة وأن تضع في عين الاعتبار وقت لنفسك أن تجلس وتمارس الهدوء وتخرج من ضجيج الحياة ساعة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع تراجع بها نفسك وتستمع إلى روحك أفكار صغيرة لحياة كبيرة دمتم بكل سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر